اه اسمع النبي الصادق والله يتخلي بالك من الحديث ده عشان تعرف انت ريح فين وسمحني ان كان الكلام قاسيا شيئا ما لكني ورب الكعبة اخاطبك خطاب القلب للقلب واحدثك حديث الروح للروح فانت والدي وانت اخي وانت ولدي وانت امي وانت اختي وانت ابنتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه ابن ماجة والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء الله اكبر والله يتخلي بالك من كل لفظة والله يتخلي بالك من كل كلمة انت متصور معي البلاغ والبيان النبوي ده بيقول عليه الصلاة والسلام لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء حسنت كالجبال كجبال تهامة وحسنت بيضة زيم جبال تهامة جبال بيضاء لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اصطرنا ولا تفضحنا اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا واحسن نياتنا واعمالنا يا ارحم الراحمين خلي بالك فيجعلها الله هباء منثورا فين الحسنات اللي كانت كامثال الجبال ولا حسنة كل ضاع كل راح يا رب سلم فيجعلها الله هباء منثورا انت شفت القطن حينما تذروه الريح شفت الصوف المنفوش الممزق حين تذروه الريح الشديدة شفت الريش فيجعلها الله هباء منثورا ملوش وجود ملوش قيمة ملوش اثر يا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم يا الله اه ده من الامة ده من المسلمين لا وشوف الوصف اللي جاي اما انهم اخوانكم ومن امتكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ده بيصلوا الليل ده بيقيموا الليل كمان يعني مش بيصل الفروض وفقط لا اه ده بيصل الفروض وبيقيم الليل دول هيجوا بحسنات امثل جبل تهامة يجعلها الله هباء منثورا ملوش وجود ولا قيمة ليه ليه اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم منكم انهم من امتكم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اذا اغلق على نفسه باب غرفته واغلق النافذة واغلق الباب وارخى الستائر وخلى بربه تجرأ عليه وبارز الله بالمعصية وانتهت حرمات الله جل جلاله يبحث بالرموت عن فيلم داعر ويدخل على المواقع الاباحية ليقضي الليل مع فيلم صاقط من افلام الزنة او يخطط لانتهاك حرمات الله وللوقوع في معصية الله وهو يعلم يقينا ان الله يراه ان كنت تعتقد انه جل وعلا لا يراك فقد كفرت بالله ان كنت تعتقد انه جل وعلا لا يراك وانت في خلوتك فقد كفرت بالله بل فما اعظم كفرك بالله جل وعلا وان كنت تعتقد اعتقادا جازما انه جل وعلا يسمعك ويراك وانت متجرئ على انتهاك حرماته فما اقل حياءك من الله جل وعلا وما أعظم جرأتك عليه تبارك وتعالى إذا ما قال لي ربي أنا استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني لما يعاتبني ويقصيني ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله يسمعك الله يراك الله مطلع عليك الله يراقبك الله يراقبك الله يسطرك مرة ومرة ومرة لكن اعلم بأنه جل وعلا اعلم بأنه يمهل ولا يهمل